وهو اللي قاعد نقلق جماهير السيسيس اكتوه المون هو الفراغ التسييري ومهم ومؤكد انه هنا من العيد ما عاش مش كون ثمه حاجة اسمه مؤقتة حتى كان ثمه مؤقتة راي فترة قصيرة اللي حين اعلانه ولا تعيين جلسة عامة انتخابية دونك هو قلنا الفراغ التسييري اللي عيشوا الفريق حاليا والازمة المالية اللي ما زالت متواصلة في النادي راديسفيرسي واللي خليت الفريق ما يقدمش رياضيا دونك اليوم اهم شيء للجماهير انهم يلقاوا وإلا حتى رجالات النادي ان موديل دو جوبرنانس اللي يتماشى حسب الوضع المالي حتى العام حتى الموجود في تونس والوضعية المالية لبعض المؤسسات وإلا المشاكل المالية اللي يعيشوها حتى المؤسسات دونك يزم اليوم يلقاوا الفورميل واللي تتماشى انه الفريق النادي راديسفيرسي مستقبلا ما عادش يوقع في الاشكالات هذية رياضيا اليوم النادي راديسفيرسي يلزمو هيكلة رياضية من A جزكا زيد خاطر اليوم النادي راديسفيرسي يعيش وضع غامض رياضيا كالك سواء شكون قاعد يسير في السكسيون شكون اللي قاعد ينتدب شكون اللي قاعد يختار في اللاعبين ولا في المدربين دونك ما فماش رؤية واضحة هذية من جانب رياضي اداريا كيف كيف الفريق مازال ما وصلش الى انفورميل تحدد كل شخص كل شخص شنية مهامه في وسط الفريق دونك نتصور نتصور في الفترة القادمة كيف ما قلت كريم هذية اهم المعطيات اللي بشي تدرس مبين رجالات النادي ونتصور زيدا الفريق في حاجة الى موارد مالية قارة هذية بشي نجم يقدم بالفريق رياضيا الفرق الكل راهو ما تنجم تنجح وديبار كان ما عندك ميزانية وإلا موارد مالية قارة تنجم تخليك تقدم رياضيا دونك نحب نقول حاجة راهو في بعض الاوقات راهو خاصة في الوضع المادي لأغلب الناوادي راهو حمل الجماعة ريش راهو الناس كل تتلف ورا النادي نعرف اللي في سفاقص فما برشة رجالات النادي ويسام ويعاونوا وما نيش بش نذكر الاسماء خاطرهم برشة وما نحبش نذكر باش ما ننسى حد دونك راهو إذا يتلموا الناس كل هذوما راهو نيجموا يسيروا أربع جمعيات مشكن النادي لذي سفاقصي أربع جمعيات بقيمة النادي لذي سفاقصي دونك منحبش نذكر نسمع كلمة احنا معاك وبعض كي يبدو ما تلقى حد ربي معاك دونك راهو 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 النادي لذي سفاقصي مسؤولية جيهة كاملة راهو مسؤولية رجالات والنادي الموجودين مسؤولية جماهيره مسؤولية اللي مش يتقلد المهمة الفترة الجاية يزم يأمن الفترة الجاية خاطر راهو سيساس تعدب بمطبات كبيرة برشة تسييريا خاصة وماليا إذا السيساس يلقى الفورميل اللي تناسب الوضعيات هذوما الاثنين نتصور ان السيساس ينجم يرجع يصول وجول إفريقيا وعربيا ومحليا دونك نتصور كما قلت انتي كريم من هنا من هنا للعيد إن شاء الله يوقع الاتفاق على المودال اللي نتصور المرة هذه باش يكون في صالح ويصب مصلحة النادي